وفي الحلقات الجديدة من مسلسل الطائر الرفراف رأينا أن غضب سنان أصبح خارج نطاق السيطرة ورغم محاولته التهدئة بالأدوية إلا أن مشهد ضربه للوكيل العقاري كشف بوضوح عن مدى غضبه ويكمن أساس هذا الوضع في المواقف القمعية والتدخلية التي تمارسها والدته السيدة أيلا فقدان سنان لحبيبته السادقة بسبب والدته يخل بتوازنه العقلي سنان الذي التقى بسيران أثناء عملية العلاج طور هوسا خطيرا بها إنه مصمم على تجربة كل الطرق للفوز بسيران ومع ذلك سيتدخل فريد ويتعارض مع سنان ويحاول حماية سيران وسوف تصبح العواقب المترتبة على غضب سنان مدمرة على نحو متزايد لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نراكم في فيديو التحليل التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر